عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024 و2025 أكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خطتها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الخطة تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية في مقدمتها التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة